رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بان بيرنانك رأى أن العام المقبل قد يكون جيداً للاقتصاد الأمريكي في حال تم التوصل إلى اتفاق بشأن ما يعرف بالهاوية المالية. وقد اعتبر أن هناك حاجة لتطبيق خطة طويلة الأمد لوضع الميزانية الأمريكية على المسار الصحيح. بيرنانك حذر من أن الانتعاش البطيء لكتاع العقارات، تراجع الكروض المصرفية والأزمة الأوروبية قد تعرقل النمو الاقتصادي. اشتركوا في القناة